وفقت وزارة الزراع والاستصلاح الأراضي على اعتباد نحو 16 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبيتلو وذلك لصالح 20 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و300 مليون جنيه لأكثر من 41 700 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية